لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جداً جداً في الحق. يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لإله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق بيحب حتى لو كان يعرض حاله للخطر فهو بيحب أنه دائماً الحق هو ليفوز. والاستقامة، والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات، وهذا الاشي متعبه كثير لبرج الجدي، خاصة الشباب، شاب برج الجدي، كثير بدي الأمور تكون مئة بالمئة، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير، فيه 80 بالمئة، فيه 70 بالمئة، كان يتحقق من الإشي اللي إحنا بدنا يا راك، 100 بالمئة الشي مستحيلة يعني، خذوها من حدا مجرب. 80 بالمئة حلوين، 90 بالمئة حلوين، فإحنا ليش عم نرقد ورا المئة بالمئة، ونكون كثير مماعين. برج الجدي، ثلاثة أشهر كثير حلوين، كثير رائعين، على فكر الفترة الجاي كلها لنهاية الصنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة مش بس ثلاثة أشهر، الست أشهر أو الخمس أشهر الجايين رائعين، فيه قبل فترة كان فيه خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو خلينا نحكي نصف انتصار، هو اللي حيكمله بالأشهر الجاية، كان فيه عنده بشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان فيه غدر، كان فيه خيانة بشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، ومش شخص واحد أكتر من شخص، عفواني، فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كتير كتير، وهاي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي انه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم متهورين، أو، 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 لا، هو ثابت جدا، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بدي يكون هذا الشريك مية بالمية ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا اشي يعني ما هو جيد، بس، مش دايما هذا الاشي بتحقق معانا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا ياه، أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا ياه، ما نزعل، ما ننكد على حالنا، برج الجدي بيحب ينكد على حاله طول الوقت، دايما بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي، ضغوطات كبيرة كانت عليه من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم عبدا في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، مثل ما هم بتعطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما بيعاملونا، ما نعطيهم أكبر من إيمتهم، إنتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي الرائعة جدا، كنت متنكد أول الأشهر، إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان، ما بعرف، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات اتقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي كانوا خمسة صاروا أربعة صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلو، بس هذا الأشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو نصت تاني هو اللي إنت حتكمل معه، لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج، للعزاب أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية من اللي أنا بديه، إتس وكي خلاص، يعني أنا بكمل في هذا الموضوع، هدول الثمانين بالمية بيصيروا تسعين بالمية، بصيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص أنا ما بدي أكمل معاك، ما أشتر برج الجدي في يعني أن يكنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي ولا مش أوكي لحد ما تدرس الشخص، وتوافق على أنك تكمل مع بقية طريقة، يعني أن تكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون في قرار مصيري، حيكون في زواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه إذا أنت كنت بنت، حتتسوري شخص وتسافري اللي عنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة، ومع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون في نفس المكان، رح تكون بلد أجنبي، أو بلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها، الطرف الآخر، أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كلياتها اللي نبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون في سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر 12 عندك خلاص تكون تزوجت، والله أعلم، رح تبلش كتير بالأولاد، والأمور يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، وعم بدك الحلم الثاني، الحلم الثالث، يعني إن الأمور كتير، يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي، رغماً عن إنه الفترة الماضية كان فيه كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخدوا جزاهم، ما عم بحكي إنه رح ياخدوا جزاهم، هما، يعني أعتقد إنه هم أخدوا جزاؤهم خلص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف هم لاقوا يعني العقاب تبعهم، وإنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بسطرة الجاي، وهذا الإشي رح كتير يأثر عليك، فيه سعادة كبيرة بالطريق لإلك، فيه تغيير، هذا التغيير إنت شاكت إنه مش تمام، أو أنا مش حابب أغير، أو هذا التغيير إجا غصباً عني، ما بعرف بالمكان، بالسكن، بمكان الشغل، لكن هذا الإشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالأمور يا برج الجدي، وخفف من الإعناد شوي، وخفف تقول يعني ما تكون تقيل كتير على الطرف الثاني، شوي تنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، أنت عم بتكون صارم كتير معاهم، وأحياناً عم تظلم، لا مش تظلم أشخاص، لكن عم تكون كتير معاهم، فبدك شوي تتأنع في الحكم على الأشخاص، وكتير مبسوطة بهالقراء اللي بتجنه لبرج الجدي، وكتلك لإلكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر